صمود أسطوري تسطره حجور في مواجهة ميليشيا الحوثي حجور هي إحدى مديريات محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا قبل أيام شن الحوثيون عليها هجوما بمختلف أنواع الأسلحة لكنهم عادوا مدحورين بعد أن تمكن أبناء الأرض منعهم من الوصول والسيطرة على سلسلة جبال حجور مصادر من حجور قالت إن ميليشيا الحوثي تعد تعزيزات عسكرية ضخمة لمعاودة اقتحام المنطقة مع الأخذ بالاعتبار فارق التسليح بين ميليشيا تسيطر على مؤسسات الدولة ومجاميع قبلية يملكون السلاح الخفيف والمتوسط فقط الهجوم الذي شنه الحوثيون خلف عشرين قتيلا من أفرادهم وقتيلا وجريحين من أبناء حجور فيما تسبب بنزوح عشرات الأسر إلى العراء للبحث عن مناطق آمنة لحجور تاريخ في مواجهة ميليشيا الحوثي يمتد لقرابة ثمان سنوات فحجور وتحديدا كشر عرفت أنها من المناطق التي وقفت عصية من الانكسار وفشلت ميليشيا الحوثي في إخضاعها لكن تبرز المخاوف الآن كون ميليشيا الحوثي باتت تملك سلاح دولة وصمود أبناء حجور مرهونا بالدعم العسكري من الشرعية والتحالف قد يتساءل البعض لماذا يقاوم أبناء حجور رغم وقوع منطقتهم ضمن إطار سيطرة الميليشيا بينما تأتي الإجابة من تلك المخيمات التي يقصفها الحوثيون بكل وحشية آخرها قصف الحوثيون لمخيم حرض الذي خلف تسعة قتلى وعشرات الجرحة لذا يلجأ هؤلاء للمقاومة والموت واقفين إذا اضطر الأمر ما دامت الميليشيا لا تعرف إلا القتلى والتنكيل يتساءل أبناء حجور أين الرئيس هادي؟ أين التحالف؟ أين قيادة الجيش؟ فهل سيصم هؤلاء آذانهم عن حجور كما فعلوا مع أخ لهم من قبل في عتمة والعدين وغيرها؟